أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي على دور المهندس العربي بشكل عام والمهندس الأردني بشكل خاص في النهضة التنموية والعمرانية داعيا إلى التنسيق والتعاون المشتركين بين الاتحادات المهنية العربية والحفاظ على التراث الهندسي العربي وإبراز أثره في تقدم الحضارة والمساهمة في تطورها ونموها وأشار الكسبي خلال اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب الذي استضفته نقابة المهندسين الأردنيين في دورته الرابعة والسبعين بحضور الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب أشار إلى أهمية دعم المهندس الأردني ممثلا بنقابته وهيئاتها المنبطقة عنها من جانبه أمين عام اتحاد المهندسين العرب أشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الأشغال العامة والإسكان في دعم نقابة المهندسين الأردنيين في كافة المواقع التي هي بالنتيجة دعم لاتحاد المهندسين العرب من جهته رئيس اتحاد المهندسين العرب لفت إلى أن اتحاد المهندسين ساهم في رفعة شأن المهندس ومهنة الهندسة في الوطن العربي في شتى المجالات اتحاد المهندسين العرب باجتماع المجلس الآن اليوم سيناقش كل المطروع على جدول الأعمال وهي نشاطات اللي كانت قلال الفتر الماضي والتصورات للمرحلة احنا تحدثنا اليوم في كلمة الافتتاح انه احنا بحاجة لتعميق العلاقات العربية العربية احنا بحاجة لتجميع وتوحيد كل الاتحادات العربية حتى نستفيد من تبادل الخبرات الموجودة حتى نحكي بموضوع فتح الأسواق في موضوع التدريب والتأهيل والتشغيل وتوحيد الأنظمة وتوحيد التشريعات تكون نقاباتنا العربية كلهم في دولته الأب الروحي للمهندسين العرب نأمل من نتائج وتوصيات هذا التجمع المهم لدعم المهندسين العرب في كلهم في موقعه وبلده وخاصة دور مهندسنا الأردني وكما هو معلوم مهندسنا الأردني دائما كان سباق في النهضة التنموية في الوطن العربي بشكل عام وطبعا في أرددنا العزيز بشكل خاص اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر